انا افشع تريفون. ياسر ابراهيم بقى والكلام اللي قاله لك قبل الجون. منورنا يا افشا. مش عارفين. مش عارفين. انت حبيبي افشا. مسأل فل يا حبيب ازاي. اقبارك يا نجم. اهل منك يا افشا. والله العظيم وانت كمان هتفضل توحشنا. هتفضل توحشنا يا افشا. عايزين نعرف منك افشا بالظبط خمس دقيق قبل الجول. او نتكلم على ياسر كان بيتكلم معاك وقالك انك هتجيب جول. او حاسس انك هتجيب جول. يعني طبعا عايز اقول لي ياسر مبروك. هو اي من طبعا. طبعا. هم يسنين عارفينه. انا بحقوق. ده يعني. حتى احنا دايما معا طول مع بعض يعني. لسه. لسه. ياسر على طول بيصلي معايا. بس هو اللي بيصلي بيك. ياسر هو اللي بيصلي بيك. اه. ده اللي ما هو الكبير. اه طبعا. طبعا. طب دي حاجة كويسة يعني. اه لا طبعا. اه. احنا قبل اصلا ان ياسر هو بيصلي معايا قبل البطشة كان قول لي انت ان شاء الله هتجيب جوله كده هتكسبنا. فاتفاجئت اي احنا في المطش. انا انت حوالي ديها كمسة وسبعين او تمانين تعريبا. مش فاكر بالظبط. تمانين. اه وبيقول في الدقيقة تمانين بالظبط. هو كان باسس على الشاشة يعني. اه اه. فهو ياسر لقيته جاي اللي يقول لي ايه افش انت اللي هتكسبنا وهتجيب جول انت يا الله. اه. اتفقلت بقى اتفقلت بقى حسيت ان لأ لأ يعني لازم اعملها انا بقى. لا ما هو ما هو الكلام ده بيتسكة وبيتسي روحها نفتيان يعني ما هيب على العيب معك في الفريق وبيتكلم معك كده ده اه هو واسق في امكانياتك واسق كده ممكن تكسب بك. فعشان كده هو اللي كده. مزبوط. مزبوط. بعدين ياسر يعني من الناس اللي انا بحبها جدا ولعيب كبير وجعله فترة يعني جعله فترة كان ماشي كويس جدا وبيلعبش ما عملش مشاكل ولا حاجة دايما بيتمرن وبيكتهد. لحد. ما عندناش حد يعمل مشاكل يا عامل لو ما لعبش ما عندناش. لا لا. ما عندناش حد بيعمل مشاكل. ايه المشكلة في ايه من اشرف يا كابس. ايوة. موضل معك ايه. تعلاني. المشكلة كلها في ايه من اشرف. ايه مشكلة يا افشا. اي حاجة على ايه من اشرف. المشكلة في ايه من يا افشا. المشكلة المشكلة فيها مش فاهم. اتكلم يا ابن علي. لا لا ما ادرك ما ادرك. اتكلم. يا افشا راجع نفسك فيه سبحة اه. كابتن بتاعك واا ايمن. وجيب جنب النهائي فما اقدرش كتيرت ايمن ترهو قائد. ايوة. انا ملاحز انا ملاحز حاجة في الموضوع. انا عملت وقول ياسر كلمك اديه تمانين. وقال لك. وعمل لك. وانت يعني قطعت كلام اللي انا اتكلمته معاكم بين الشوتين. لما اضع. ما شفتوش يعني ما سمعتوش. سمعني طيب. انا ما اتكلمت على ايمن على ياسر ما سألت عليه. طيب ماشي. ايش الله كانت اتكلم. ايه من اشرف كان ليه دور يا افشا كان ليه دور. قال لك حاجة بين الشوتين. ايمن اتكلمت طبعا. ايو. ايمن بين الشوتين اتكلم معي وقال لي انت لازم تتبقى اكتر من كده عشان انت لما ستوقها تشوّقنا لازم انت اللي تكسبنا. اتكلم معي بصراحة. انا بقول لك ربت ان ايمن وياسر احنا دايما عاديم بقى بعض. وحتى في المنتخب كنت انا ايمن عاديم فهودة واحدة مع بعض. اه. اه. فهم كوادي بصراحة انا بحبهم جدا بصراحة. انا هما الاثنين. اه شخصية. الاثنين شخصية طيبة ومخطرامين. وضحكوا مع بعض. وقت انتزار وقت التمرين. فانا بحبهم هما الاثنين بصراحة. يعني هما الاثنين كوادي الكبار. وهو ياسر لسه كان بيقول انا ما حقيقة. يعني لازم احنا انا هو ياسر على طول. هو دايما في الفطار في الغدى في العاشة في الصلاة في الكلام ده. هو بيعد عليها. وانا بسمعها على طول. مع بعض على طول. اه اه اه. انا حس ان ايمن تقيل على قلبك. مش عادي. انا ملاحظة كده يعني. انا ملاحظة انكم ملتزين لو. ما شو الله انتون اتنينو بتصلوا جماعة مع بعض وما بتكلمنيش تقولي تقعا صلي معنا. يا ايمن حبيبي. انا ملاحظ يعني. هو ما تسألش السؤال ده عشان يجاوب. طب يجاوب. اه. ايمن بالنسبة لك قائد وكابتن فريق كبير. قلتها قبل كده. لا غير. لا غير. تالت قبل كده. شوف حاجة تانية. شوف حاجة تانية. شوف حاجة تانية. كميرين اعلى عيد على اللي انا قلت على ايمن حاجة. لا طبعا ايمن ما يتقالش عليه غير كل خير يعني. احنا عارفين العلاقة ودي خلي بالك افشة. هي دي العلاقة وهي دي الروح اللي بتكسب يعني. سيدة كمان. فيه اوقات كتير جدا. بنتكلم كل امانة. بمباراة نادي زمالك يمكن كان الاقل فنيا كان النادي الاهل. لكن الروح دي والجو اللي انتو عايشين فيه خلال المعسكر والتقارب ومش بس كلام في الكورة. لا بتصلوا مع بعض وبتاكلوا مع بعض وممكن جدا تنكتوا وتتحكوا مع بعض. الروح دي بتنعكس جوه الملعب من خلال قائد فرقة زي ايمن او الشناوي. لما بيقول لك حاجة انت بتحس انك كمان بتحمل مسئولية مياسر زعق من ورا ويقول يا جماعة لازم نكسب. يبقى بتحس بالبوش ده موجود. فكل دي عوامل اه ممكن الناس ما بتشفهاش. وممكن ده مش متشاف للي بتفرج علماتش يا قفشة يا. طبعا يا كابتن تعرف حضرتك يعني الكلام ده كابتن هاني مطلوب. مطلوب اللي انت تلاقي حد اكبر منك يتكلمك حد يحفزك. بس زي ما قلت حضرتك قلت هي دي الروح وهي دي الحاجات اللي بتكسب الفرقة. بس اللي بيجي تكلم بتكلم بحدود. بيتكلم بادة. طبعا اكيد. عشان انا اتماعه. اكيد. هو ده هي دي الحاجة المهمة اللي عندنا يعني. طبعا كل الناس اللي في الفرقة مسترمو. وبيبقوه اللي قايبة بشكل كويش. محدش بيتيق لحد والكلام ده كله. عشان كده بيبقى مبسوطين. حتى لو واحد زعه اللي في الفرقة الحد. طبيعي. بنسمع منه عشان هو بيزعه على صارح الفريق. اللي هو يتريتم على لعيب. معه في الفرقة. صحيح. مستعد المشي الكاسي يا افشا. اه ان شاء الله عندنا معسكر بكرة ان شاء الله. بازن الله. استعداداتك ل. اه. امر اللي دي بت longue بتاعيه ان شاء الله. بس نعد المشي الاتحاد الاول ان شاء الله. اه بذب. شايف المواجهة ازاي بين الاهل والاتحاد يوم التلاتة ان شاء الله. ده مشي طعب جدا. اه. لان هم كمان غيروا كابتن حسان حسان دلوقتي اللي ماسك. اه. انا لعبتي مع الكابتن حسان حسان في بيراميد. لأ المشي مش يبقى سهل يعني المطش يبقى صعب جدا واحنا يا رب كده احنا خلاص يعني عايزين ننتى كمان المطش خلاص انت قفلت الصفحة وبتفتح صفحة الكاس دلوقتي طبعا مش عايزين بقى اللي احنا بنرفع دماغنا فوق اللي احنا خدنا بطولة خلاص لا احنا معنزل ماشي في حتة دي طبعا ننتى نركز في مطش الاتحاد ونلعب افضل ملعبنا في مطش طبعا بطولة تديك حوافز ودوافع جديدة خلاص طبعا بعد ما تاخد بطولة لازم تبقى كويس عشان تثبت اللي انت خدت بطولة اللي بقى كويس وقد تقابل الزمالك خلاص في القمة يعني في الدوري ممكن تقابلهم في نهاء الكاس قصدي في نهاء الكاس فان شاء الله كل التوفيق ليكم مباريات اللي جاي اصعب عارفين اللي جاي اصعب بس احنا كلنا امال وثقة كبيرة جدا فيكم افشا هالعادة افشا افشا كالت الكبدة الجملي ولا ليت افشا لا كالت البرح ماشي افشا بعد البيرنامج كلتها على طول جميل ماشي بهم انا اوش شبه حبيبا انا شبه الكبدة العشاء بتعليل لا بيقوفت عزامني اعزامني مرة